بعد أن حسمت محكمة الاتحادية دعاوى المقامة بطلب تأجيل انتخابات كاركوك وتدقيق سجل الناخبين فيها وإصدارها قراراً بإجرائها تلتف الأنظار إلى إحصائيات الناخبين والمرشحين ومراكز الاقتراع وإلى ذلك من أمور لوجستية بهدف إنجاح الانتخابات في محافظة لم تجري فيها الانتخابات منذ عام 2005 وبالحديث عن مجلس محافظة كاركوك فإن عدد الناخبين بلغ 868901 مسجلين ضمن 43 مركزاً للتسجيل فيما يبلغ عدد المرشحين 245 مقسمين إلى 187 عدد المرشحين الرجال و67 عدد المرشحات النساء تتنافس عشرة تحالفات مؤلفة من خمسة أحزاب على 15 مقعداً للمحافظة حصة الرجال منها 11 وأربعة مقعد للنساء ومقعد واحد للمكونات يتنافسون عليه خمسة مرشحين أما بخصوص مراكز الاقتراع للتسجيل العام فقد بلغ عددها 318 تضم 1898 محطة للتسجيل العام و26 مركزاً للتسجيل الخاص تضم 135 محطة أما بخصوص ناتيق الاقتراع فيبلغ عددها 2033 فيما تبلغ أعداد كاميرات المراقبة 5442 أما عدد أجهزة العد والفرز والتحقيق والإرسال فتبلغ 4410 تدار من قبل 10762 موظفاً